ماروة دالي ماروة دالي أنا خريجة الجامعة الأمريكية هنا أول مرة أبقى في المسرح فأنا فعلا أحس بفخر فظيع قبل ذلك كنت أفعلنا في ايورت لكن ذلك حسسني إحساس رائع قبل أن أبتطري obra دائما هي الحكاية السعيدة أول هذه الشبهة يقب Era سعره عند ربنا ي Enterprise قال They need to go to the earth وليس قال النuş herum pedale ено وبعد ذلك يبدأ ربنا يزقه على الأرض قال له ولكن إذا أريد أن أتكلمك، قال له الملك سيجعلك تكلمني وهو يزقه خالص رائح الأرض قال له ماذا هو الملك؟ ربنا قال له ليس مهم اسمه لكن ستقول له ماما أنا مامتي هنا، الدكتورة فاطمة أبو نوارك وهي اللي ربنا أدهى لي في حياتي لأنني أقف هنا وأتحدث عن أي شيء شكراً وصحاب كثيراً هنا وصحر وإيمان لا أريد أن أتحدث عن صحاب كثيراً من ضمنهم أحمد ربي سعيدني من ضمنهم علي العمل معي وكل هذا الحب للناس الذين فعلاً أثروا في حياتي كانت فكرة كانت فكرة كيف يمكنني أن أعيش بعد أن أموت؟ لا أعرف أحد أن أفكر ذلك أو لا أحتاج أساحر أما أتخرجت من الجانة الأمريكية كنت خريجة علوم سياسي وإقتصاد وكان طبيعي أن أفكر ما أفعل؟ أعمل في الخارجية وأمس المصر أو لا أعمل في الشارع مع الناس في مصر الخارجية كانت سهلة كنت خريجة مدرسة ألمانية وأتكلم إنجليزي وفرنسي وقالوا لي أتقوطة عندما روحت يمكن أن تعمل معنا جيداً ولكن يجب أن تقولي ونجحت في الإمتحان ونفخت أن أصبح في الخارجية وبدأت فعلاً كنت أشعرت أن هذا ليس هذا ما أريد أن أكون موظفة وليس أريد أن أقولي ما أفعل وليس أريد أن أفعل ما أفعل وهذه هي الطريقة التي يجب أن أمثل مصر بها لأنه ليس أمثل مصر ليس هذا أريد أن أغير أريد أن أغيرني قررت أن أعمل في الشارع مع الناس وهذا كان الإختيار أن أعمل في التنمية هذا كان الإختيار ثانية واحدة أشتغلت في مؤسسة عالمية أشتغل في التنمية الانترناشنال الانجيو الانترناشنال غير هدفة للربح ودخلت كثيراً كثيراً عن الحمامات لأن اليابانيين يحبون يعملوا حمامات وكتبت عن أذهب إلى باني سويف وقامت باني سويف وقامت وقامت مشروع المرأة عملنا تمكين رهيب للمرأة في باني سويف في بياد العرب وقامناها وقامناها وقامت النتيجة النهاية فظيع لكن لم أرى أن نعمل مع جوزها لأن البرنامج كان للمرأة فإن حدثت ماذا؟ فإن حدثت نصف الستات الذين نعمل معهم فإن حدثت هم تطلقون هذا ليس مجدد يعني أننا خرابنا بيتهم لا، هذا برنامج المرأة وهذا نحن نتحرك أشعر أن في الأخير أحاولت إلى أن أتحك على نفسه لا، ليس هذا التنماء وليس هذا الصح أصبح 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 فإن حدثت معنا فإن حدثت فإن حدثت كل البرامج ليس مستمرة وليس هناك استمرارية لو قرروا يأخذوا شيئاً وليس لن نفعل شيئاً وفي الأخير يعني الناس يتوقعون وأحسن يعمل في التنمية أكيد هناك حالة أخرى صحة أو صحة من سيقول صحة 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 أكيد المهم أن ترجع الأدرس يجب أن أدرس يجب أن يكون هناك حال ويجب أن يكون دراسة وهذا من النص يجب أن يتعلق لها وعند وعملت المسترز وخصصت التنمية وعملت الدراسة على العطاء الاجتماعي لدينا الكثير هذا الفلوس ماذا؟ 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 هذا كان الدراسة وقبل ذلك كنا الجامعات والمدارس والشعب ماذا؟ ماذا؟ عندما دخلت الجامعة كان أنظر على روكفيلر أنظر على فورد أنظر على كلها النماذج أخذ في أي حتة كان يقولون أن المصريين ليس لديهم معطاء اجتماعي هذا الشعب الأمريكان أكثر شعب في العالم الشعب لم يكن هناك داتا عن مصر كنت أريد أن أخبرهم أننا نقوم بعمل ولكن لا يوجد داتا فقلت عن العطاء الاجتماعي اكتشفت ناس في التاريخ رهيبة مثل طلعة حرب وغيرهم من البنك مصر واكتصاد مصري رهيب وشيء وقررت ساعتها أن أجد دراسة عن مصر يجب أن نرى أننا لدينا مستخدم ونستطيع ماذا كان ساعتها رئيس الجامعة اسمه دكتور جرهد قلت وقلت كنت مستخدم ولا شيء قال لي أنا معاك في التاريخ وسيكون هذا سيكون جواهر أول مرة نعرف أن مصر يدفع الناس العادية يدفع فوق المليار دولار عطاء بسيط ومما حسبناها في ساعتها كانت سنة 2004 وجدنا أن نصبنا من العطاء الاجتماعي المتوسط 14 دولار نصيب الفرد متوسط نصيب الفرد من المعونة الاقتصادية المصر 13 دولار يعني الفلوس المسلمين المسلمين يدفعون زكاة ومسيحيين يدفعون عشور لدينا صداقات لدينا تكافل كبير جدا أثبتنا لأن هذه الدراسة علمية ممثلة للشعب المصري أن نحن شعب عطاء جدا ثانية واحدة أقلب السؤال لا تقلب وهذه الدراسة الذي يريد أن نسخة يمكن أن يكون بعد وفي النص وجدنا أن نسينا نحن أقوية جدا وأن هذه القوة ليست داخلنا ليس فقط داخلنا في مصر من يعرف مين الست برافو عليك يمكن أن تقف لكي نحقي أحد ثانية الأميرة فاطمة اسماعيل هي صاحبة أكبر واقف هي أول واحدة اتبرعت لجامعة الكاهرة وأكثر واقف صرف على جامعة الكاهرة سؤال أخر من يعرف واحد في القاعة اثنين اربعة خمسة ليس كثير لكن الواقف كان عماد المجتمع الأهلي في مصر الواقف يعني واحد عنده أرض زراعية تطلع عنده أي شيء يوقفها لصالح الخير فمعنى هناك استمرارية في العطاء فالستة وقفت أراضيها الزراعية لكي تصرف على مرتبات الدكاثرة وعلى الأبحاث وكل طالب يتعلم لحد في جامعة الكاهرة في ميزان حسناتها ليس عايشة آخر سؤال للجمهور من هذا؟ أحد شاطر أخر أين أعرف يا سامية هذا اسمه الدمرداش باشا أين يعرف مستشفى الدمرداش ؟ كله بالضبط بالضبط هذا عمل مستشفى الدمرداش وعمل الوقف الذي يدفع كل الدكاثرة وكل الأبحاث ليس عايش هذا الرجل الآن قررنا ساعتها لا لدينا 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 تاريخ عظيم لدينا ممكن لدينا لدينا دكتور جيرهرد رئيس الجامعة قال لي هذه الدراسة لدينا نعمل خمس سنين خمس سنين أربعين أو أربعين يسألوا الناس وبعد الدراسة عملنا لدينا لدينا فريق كبير في كل المحافظات في مصر نتحبس في الجوامع تسألوا لماذا على الذكاء مالكوا ومال صندوق النظور نتحبس في الكنائس مين نريد أمر فلوس لدخلنا كان صعبا جدا وكانت حلم حياتي يتحق لدينا من ما نفعله مع جرهرد سنفعل بيز للسنتر لكي ندرس العطاء ونشجع الناس يدرسون ونعرف تاريخنا وأنا في هذه الزحمة كان هناك شخص يسألني هاتي 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 المشروع أنا شغالة مع جرهرد كان يبدأ جرهرد عيان ساعتها على أن نفعل وكان يدرس العطاء ونعرف المهم أنه توفاه الله رغم أنه لحد آخر لحظة في حياته كان يراجع على الأشياء التي أكتبها وكان هذا الشخص أخذت المشروع والمشروع ونعرف وعملت المشروع وأنا مرة واحدة أشعرت أن هناك شريرة الحلم الذي أعمل عليه أخذ وعمله أخذ ما أعمل الآن أخذ هذا التحدي الكبير وجدت أن كل شخص في حياته يحصل لحظة ويجعل الناس تبقى معه لكي يفعلها ويشعر أن أخذ فكريتي ويجعلها ويجعل 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 لماذا أخذ الفكرة ويجعلها ويجعلها لكن بعد ذلك ويجعلت الحمد لله أنهم تمت عمل الحلم الذي أريد أن أتحقق ويجعله ويجعله ويمكن لأنه أتحقق ويجعله لماذا أكون أعيشة وكان ثم لقد رأيت لا أتعمل في المبناء هذا ليس الشارع لقد رأيت في المبناء فأنا وقلت لك مع أصحابي وقلت لكم على أساميهم من الأول وقلنا أننا نقوم بعمل مؤسسة ونسميها وقفية لكي نحي فكرة الوقف لكي أي شخص يجد كلمة سخيفة يسألنا ما هو وقف ونعرضه الذي أعرضه لكم وقفنا وقفية المعادي الأهلية وهذا عملت بسبب كما قلت لكم دكتورة فاطمة على هنا، على صحرا، على إيمانا على الأسامي الكثير من الأسامي ومكتب ونوهة ونوهة وعملنا مؤسسة لم يكن سهل نسميها وقفية وتعتبر أول مؤسسة في التاريخ الحديث اسمها وقفية لأن في القانون المصري وزارة الأوقاف استولت على كل الأوقاف في مصر وقلت فيه فقط نظر واحد الذي هو الوزير ولا يوجد شيء اسمها أوقاف قعدنا نتكلم ونزع ونعمل دوشة وقلنا الدكتور علي مسلحي ساعتها كان وزير ربنا يا مسيح بالخير أدانا أننا نعمل المؤسسة اسمها وقفية المعادي وفتحت باب في القانون أننا يكون هناك شيء اسمها وقفية لا تكون تبعا للوزارة وفي الوقت فكرة الوحيدة في الدكتور أيضا الدوشة تضعوا بند لأننا يجب أن نرجع الوقف آخر في الدكتور لكن أيضا أريد أن تجد يا مسيح والناس قد لتتكلمين معنا قد مستثمر قد مستثمر قد مستثمر قد مستثمر قد مستثمر وقفية على الرغم أنها صغيرة بنتظر بمستثمر بمستثمر وقفة تاريخ وقفة تاريخ ومصر وقبل أن أذهب لكم من الشهر الذي قامت أخذت وقفة جائزة من أفريقيا أن أحسن موض للعطاء الاجتماعي وهو الوقفة في أفريقيا فهذا كانت شيئا أيضا يا جماعة يريدون أن أقوم بقفة في أفريقيا هذه الوقفة تفعل ماذا؟ قلت لكم أنها أول وقفة أول شيء، لدينا مشروع للشباب لأن الوقفة بدأت بمجهود شباب وهو مشروع الشباب وهو مشروع الشباب وهو ساميا وعلي عمل معي هذا المشروع تعبارا عن أن الشباب يقرر يقومون معنا ويجتمعون ويقررون كل المشاكل التي لدينا في المجتمع وهو ماذا؟ ويبدأوا يحلوها ويقررون لها ديزاين للمشاكل وهو الذين يحققوها يعني هم الذين يقررون المشاريع يعني الشباب ليس تارجت الشباب هم البارتنرز بتوع الأماكن وهذا فرصة أن أقول لكم أي شخص يريد أن يدخل في الياب يدخل معنا يعني أهلا وسهلا جدا فتح باب الرزق من المشاريع الأساسية في الوقفية وهي فكرته أن العطاء الاجتماعي المصريين يجب أن يتوجه صح لا يستطيع أن يأتي مثلاً فقدت جزها وعائلها وعندها خمس ست عيان وعندها عشرة وعشرين جنيه وكل شهر تأخذ من جمعية فلوس أو حد عيان يجب أن يكون هناك طريقة تجعل فيه كرامة وعزة نفس واستمرارية عند الناس الكرامة لكل خلق الله بالنسبة لنا عندما العطاء يروح لكي يبني بني آدم ليس لكي يساعدوا وقتياً فتح باب الرزق عشرة جنيه تفرق يعملوا مبلغ وتبدأ الراجل الذي يحتاجه يعمل مشروع يوقفه على رجله من ألفين جنيه إلى عشرين ألف جنيه لو جمعية أو أشخاص يأخذوا هذه الفلوس يفتحوا بها مشاريع توقفهم وتقلب حياتهم تماماً وتوقفهم على رجلهم ويأخذوا شنطة رمضان من الوقت الهجاب مثلاً في رمضان لم يأخذوا رمضان لأنهم لم يأخذوا محتاجين ويبقوا لديهم حساباتهم ومحامي ويتكلمون مثل كما نقول تاتا تاتا وهو الفرحة التي أشعرها عندما أرى فعلاً من الناس خرجت فعلاً من دائرة الفقر ويأخذوا كروت أيضاً الجمعيات لا تأخذوا كروت لكن الرجال الذين يأخذوا الكروت يأخذوا كروت حسنة دورة من غير أي مهم ويأخذوا كروت كل ما يسددون يفتحوا مشروع لحد أخر وقت الثورة كان لنا دور رائع وعملنا صوان وقمنا كل الناس الذين سقطوا في المعادي وعملنا لهم للناس الذين فقدوا عائلهم ومتعامل لهم مشاريع فبدأنا نحس أكثر بالشارع أكثر حتى بعد الثورة وآخر مشروع سأكلمكم عليه هناك أشياء كثيرة ولكن هذا أيضاً قريباً من قلبي وهو القضاء على الأمية البصرية ولكن تدخلوا الوقفية تشعروا أن تدخلوا معرض لأن نحن نعيش في مجتمع أكثر ونحن حتى نحن نطلع في الشارع الذي نرى الناس لم نرى الحلوة من الحاجة الوحشة من الزبالة هذا المشروع وهو عبارة عن أن نعيش الدورات للأطفال والكبار عن الفن كيف يتزوق الفن الدكتورة فاطميل مع جروب من تربية فنية كيف نتزوق الفن وكيف نتزوق الطبيعة من حولنا ونقوم بقى نظافة وإعادة تدوير للأطفال ونذهب إلى أماكن مثل عزبة الصفيح والمعصارة ونقوم بحثة كثيرة حولنا ونجملها ونوعي الناس ونوعي إحساسهم بالبيئة لكي نعيش في بيئة أحسن أخبركم صور لكي تأخذوا فكرة عن الأشياء التي نفعلها هذه صور للمشاريع التي تتعامل والناس 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 تتصور ونحن أخذ إذنهم وفخورين جداً لأنهم تتصورون لأنهم عملوا مشاريع كلهم فخورين بها بالشارعة ونحن أخذوا هذا كان في عزب الصفيح منها ونحن تقصر للعزب ونحن في المدرسة ونربط المدارس بالشارع ونحن تدخل الفنون وأعطاك يؤدي هذا السلايد يخبرون صور من التوعية وحتى وقفات احتجاجية نحن نبض الشارع في المنطقة التي نحن فيها وقفية كميونيتي فونديشن وهذا أيضا يوريك من وقت الثورة والناس كانوا يخشون عندنا ووقت الاحتجاجات وتوعية عن ما يحدث للناس وفي الآخر بعد أن أعتقد أنتم فكرة نحن نفعل ما فقط ولكن لو أريد كثيرة يمكن أن نعود بعد ذلك لكن هذه الرحلة ورحلة الوقفية علمتني أن الحياة أبدا فعلا أبدا الفكرة في هذه الصورة وفي الكلام الذي كتبت أن ليس مهم أحد يقول ما تفعله ما تفعله؟ خالص ليس مهم أحد يثقف لك ليس مهم أحد يقول هذا عمل لأن ليس مهم أنت تفعل شيء الذي تعيشك على طول أي شيء عيشة بعدك تفعلها هي عيشة بك بإمتدادك أنت لا يوجد أي شيء يمكن أن تمنعك أو تأخذ حقك في هذه الحياة الأبدية في أي شيء صعب أي شخص يحاول يوقفك أي شخص يحاول يبعدك عن مصارك أن تعيش للأبد من خلال أعمالك غير مقبول وليس مهم أن يسمح أن يوقفه هذا أهم أي شيء سيعيش من أفعالنا وأيضا في ألف السنين سيبقى فينا وقفة هنا أو في حتة سنبقى جزء منها لأننا فعلنا شيء جيد يجعلنا عيشين من خلالها وإذا أردت تريد 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 ترجمة نانسي قنقر شكرا